بسم الله الرحمن الرحيم. العرب ان شاء الله جايله مكافأة مالية في شغله ان شاء الله. او فلوس من اهله بابا مامته تزوجه هيجوزها عديها عرشة جليئة كده ان شاء الله فيه فلوس جايالك. او الناس اللي عندها ورث متعلق او متأخر ان شاء الله دلوقتي حيبتدوا الدنيا تمشي وحيبتدي يجني فلوس. المهم انها فلوس من حد اكبر منها. الموضوع ده هيترتب عليه حالة مادية احسن فيه تطور في الحالة المادية ده مجزا يبقى المجموعة الاولى فيه هنا تطور الحمد لله وتطور تاني بعدها. ما شاء الله. فيه علو شأن هنا. اه زي ما تقول اللي بيشتغل عنده الترقية. او اه في حالة انتصار في حاجة هو بيعملها ومبسوط فخور بيها والناس بتبارك وبتهني. ويمكن المباركة والتهنية دي يكون لحاجة تانية تخص ارتباط او زواب كمان. ما شاء الله. فيه كمان شايفة عيلة جديدة. اولا فيه الاول ارتباط وحب. الناس اللي قرازي في حالة ارتباط. شكل كده حيتم زواج. اه الناس المنطبطين قرازي شكل الحالة عندهم الحمد للعائلية مستقرة. والدنيا يعني كويسة. اه العقرب عنده كمان اه. ده بيوحي بقلة القوة. بمعنى انت مش بتواجه كفاية يا عقرب. مش بتطلع كل اللي عندك اه يعني لو حد جيه عليك لو حد زعلك مش بترد اه على طول. او مش بتاخد حقك مش بتكلم بالطريقة المزبوطة. او ممكن يكون انت عندك بتتعامل مع شخص قوي جدا. اه. فقرة مش فقرة فقرة بالقاف. اه بتتعامل مع شخص قوي شخصيته قوية. اه. وانت مروضه. مروضه بحنيتك وبعقلك وباتزانك بحاجات كده حلوة. عندنا كمان في عندنا حيرة من حالة من مبلغ المادي معين. افتكر انت لما ان شاء الله بازن الله حجيلك كده المبلغ المادي ده. تبعيز تجيب حاجة. هتفكر اجيبها دياتي اللي استنى ولا الفلوس مش مكفية قوي فانت بتفكر اجيب الباقي منين. او في حاجة في عملية بيع او شرق. اه. في حاجة تخص المال شغال عندك وشغلات جامد جدا جدا وانت عمان تفكر فيها. في ان شاء الله. الحالة المادية اللي بتتطور والترقية او العلو الشأن اللي حصل ده عمل لك قوة. اه بتقول لنا هي بتقول لنا انت بتاخد قرارات صعبة. في مرحلة مرحلة ان انت بتاخد قرارات صعبة. اللي بتصبح منك الكارت ده لو سمحت صاف في ذهنك تماما قبل ما تاخد اي قرار لانه انت بتاخد قرارات مهمة دلوقتي. اه وما تطلقش احكام على حد الا لما تكون فعلا واصل لمرحلة من يعني ايه? يعني ما عندكش احساس معين. ما عندكش مفعال شغال معين. مش حاسس بغضب. مش حاسس بحزن. لان انا شايفة هنا في عملية في حالة حزنة شوية وانت ماس في الزات ومركز جواك. الحالة دي ما اعتقدش انها تخص شريك خالص. تمكن تكون بتخص ارايب. بتخص صحاب. مكافأة الملائية خدته النهاردة. مبروك يا هودا. مبروك. الحمد لله. فانت ايه تريس كده قبل ما تاخد اي قرار. عايز اقول لكم الكاتل ده كان طلع عند الحوت وانا اختي حوت والحمد الله برضو جات لها الترقية. وبعتت لي معينها بصراحة مش مقتنعة بها خالص. بس قالت لي رأيتك طلعت صح وترقت فعلا. الحمد لله. طيب هلخص القراءة بسرعة. فيه هنا مبلغ مالي حيجيلك مكافأة في عمل او آآ ورث متاخر حتت آآ ان شاء الله حتجنيه او ابو ام بيدي لولادهم او زوج بيدي لمراته. مهم انه شخص اعلى بيدي آآ بيدي حد. الموضة ده هيعمل لك الحمد لله امان وتطور مدي كويس بيجدا. في هنا حالة آآ آآ تهنئة. حالة آآ زي ما قلنا دي ممكن تكون ترقية كمان. يعني مكافأة وترقية بسم الله ما شاء الله. آآ وتطور مدي اكتر بعدها. الشكل هيحصل بها عندها ايه? الزيادة في المرتب. مثلا المرتب هيزيد اكتر. ففي تطور كمان في الحالة المادية. آآ زي ما قلنا هنا في مرحلة تاخذ قرارات آآ مصيرية او قرارات مهمة. في هنا شخصك قوي وزوشأن انت مسيطر عليه بعقلك وبسلوبك وبطريقتك الكويسة. في هنا حيرة من ناحية حالة مادية معينة. استنى اشتري دلوقتي ولا استنى? نسيت اقول لكم الكارتن ناصحته جمع معلومات يعقرب قبل ما تقوم باي خطوة. شايفة قدامي هنا حب. الناس بس ده مش حب جديد. ده حب قائن بالفعل. دي مش علاقة جديدة. ده ارتباط بس قوي شوية وحينجم عنه ان شاء الله بداية عيلا بديدة بإذن الله. ان شاء الله كلامك صح واشكرك يا جينا. وهنا بس انت الزعلان من حاجة منغمس في ازافك مستني حد يصالحك. يعني يمكن يكون حد يزع عليك غلط فيك. بس بدل لما تزعل لو هو الوضع كده ارجوك واجه. لان ده كمان بيدل على قلة المواجه. طيب. بقول لك ايه يا رشد انت بعتلي كزا يعني بعتلي سكرينشوت فيها كزا حاجة ابص على انه سؤالي. مش ممكن مش ممكن هرد علي اكيد انت بعتها لي عشان سؤال واحد. كلمك صاحب جد هارون بشكرك جدا جدا. تونة انا اللي بموت فيك يا روحي بشكرك. عاطف زمانتي عايز اعرف التور التعامل انسة مع اقرب رجل. تور مع اقرب رجل. بصوا جماعة طريقة التعامل دي انا مش يعني انا مش مليش فيها الصراحة. معرفش اقولك تعمل ازاي. انا ليه كروت بقراها باخد منها طاقة معينة. واقولك اللي بيحصل دلوقتي. انما ده سؤال يعني جانرال اوي انه ما اقدرش اقولك صراحة انا اسفل. حاليا عنده زحمة افكار. اوكي كويس اوي. طب طب لما في زحمة افكار ما ناخدش قرارات مهمة. نستنى لما الدنيا تهدى شوية والزحمة دي تخاف. وعليكم السلام يا كلود اهلا اهلا. مسي يا سالمة على الهارتس الحلوة دي. اه بالقام ده مريضة. مسي جدا يا احمد انت حضرتك بتكل لنا بالنسبة لك مرضى. طيب شكرا. اوكي وطلع من طلع بره احمد الحمد لله. طبعنا مستنى يا فلوس بازن اللي جاية يا نونة. حصل الفعلة. كويس يا جوجة. اه. وانا كمان خدت مكافأ بالليل نهاردة ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. صح انت رهيبة. نايس. نايس نايس نايس. اوكي. حلو قوي. تمام. احنا بنقول برج واحد في اليوم النهاردة يوم العقرب. ادلو لأ ان شاء الله الابراج هتتقل كلها هتتعد تاني الشهر الجديد. طيب. ناخد بقى ايه? الحلة العطشفية. تأتي المجموعة التانية. كلهم. طب ده ايه يا رشد? انا مش فاهمة يعني دي اسئلة ولا ايه? طيب. اه ده كلهم نفس الحاجة اصلا? اه حاضر. ماشي. طيب لما هنخلص بس ايه? اوكي. لا 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 ما تبتبهاش ولا حاجة. زي ما انت بتعمل كده تمام. اللي عارق كله يا جانب. كله كله. كلها كلها. طيب الحاجة اللي عاطفة. عايش جماعة لازم اخد وقت بس في التفنيط. التفنيط ده مهم جدا جدا جدا. مارلا كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. مارلا كمان. مارلا كمان. مالكو يا عقرب. فيه ايه? لا فيه ايه بجد? حقيقي. لا معلش? فيه ايه? مش شافه تعليق لي اياه ايه? ايه انا مش هقدر طبعا اشوف تعليق كل الناس. فوفوست القراءة مبشوفش تعليقات خالص. معك ومعك الادمنز راشد وولاء الحمد لله يعني ربنا يقدرهم بيحاول يردوا على اكتر قدر من الاسئل. ما حادش يزعل لو ما بشوفش تعليقه لان فيه كروت انا ببص عليها ولازم تبقى عيني عليها بتزعل بشي طيب العقرب عايز ايه العقرب في حالة انسحاب عايز ينسحب وعايز ياد يفكر لوحده زي ما انتم شايفين في الكارت كده اوكي طالما ما طلعش الكارت يقول ان الصحة ما فيها مشكلة يبقى الحمد لله الصحة قويسة جدا ان شاء الله اللي كان بيسأل عن الصحة العقرب الحمد لله الصحة معقولة جدا فهو حابب ينسحب وحابب يفكر لوحده من غير تأثير الشريك عليك نفسه في ايه كمان ممكن يكون ده حملة متاخر نفسه في دي بتاعت الخصوبة نفسه في مولود او نفسه في حب غير مشروط يعني هو عايز حب من نوع معين حب الام الابنها يعني حب كده اللي هو ايه ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم شايف شريكه ازاي؟ شايف شريكه مجروح حزين زعلان بين دب حوص يعني عنده في حالة نبك الطاقة عندك متقلبة جدا طلع نسبة شوية كويسة شوية كويسين شوية وحشين لكن متقلبة جدا شريكك عايز ايه؟ شريكك عايز مرحلة جديدة يعني هل هو قرب يتخلى عنك؟ قرب يفقد الامل؟ انا حاس ان هو قرب يفقد الامل خلاص لانه بصه سيوف كتير قوي خلاص تاعك هو فعلا متقزم زي ما انت شايفه فعلا بالزبط حاضري ايه شايفك ازاي؟ شايفك بقيت غامل يعني بقيت ساكت ما بتتكلمش اما ان انت بتخبي عليه حاجة حاجة من الاثنين يا اما بتخبي عليه شيء في ايه دلوقتي؟ في حالة هروب ده اما انه مش عايزين تجراحوا بعض او في طرف مش عايز يكرح تاني طب يفضل يسكت حالة هروب يعني بتتجنبوا بعض؟ شايفه الموقف الصعب؟ انتو في موقف صعب ده بيدل على موقف صعب؟ وبتديته تتوجهه نحو ربنا ونحو الدين وزي ما تقولوا كده بتتطبوا طالبي مساعدة ربنا في الموقف اللي انتو فيه وهو مفيش احسن منه وساعدك طيب فيه كمان عندي الموضوع بتده يدخل فيه اطراف كتير اما دي عقبات بتواجهكم او دي خناقة بقى خلاص كبت وتدخل فيها اشخاص كتير اوكي حلاخص القراءة بسرعة همش عافو همش عافو اقول لكم ايه الوضع سايق جدا دي اللي انا شايفاه اللي يا جماعة اللي مش منطبق عليه الكلام ده ياريت ما تسمعوش القراءة حتى لو دي مجموعاتكم ما تسمعوش الكلام خالص صح جدا احيب دي حقيق احيب ماشي طيب صح صح فعلا طيب هعيد الحلاخص القراءة اللي عقرب في حالة انسحاب وحابب ان هو يعدي بكر لوحده نفسه في حب غير مشروط حب الام لولادها او القب يعني لولاده حب حقيقي يعني نابع من القلب او ممكن يكون مثل نفسه في مولود شايف شريكه زعلان وقلبه مجروح الطاقة ما بينكم متقلبة جدا طالعة نازلة فيه انا الشريك عايز مرحلة جديدة ونفسه القلم يخلص نفسه القلم يقف لانه متقلم جامد وشايفك بقيت غريب عنه وبتتغير عليه وبقيت حتى حاس انت بتخبي عليه في حالة هروب دلوقتي بتهربوا من واجهها في موقف صعب دخيل عليه وبعدها شايف اخناقها هتحتد والدنيا هتا هتزيد اكتر طيب خلمت منطقي وراح تقدم وصح تقدم للأسف طيب ايه الحال؟ ما الحال؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه في الموقف ده؟ اوكي نعمل تعمله ايه؟ معلش انا المجموعة دي كمان معلش انا محتاجة يزاوط لها كده كام كرت لان برضو الحالة اا يعني متهببة يعني لها كده اسمها دي حالة متهببة العقرب مفروض يعمل ايه؟ طيب انا شايف ان العقرب محتاج انه هو هقول لكم حالا هيعمل ايه؟ اولا يبتدي يسيطر على نفسه بقى شوية سيطر على نفسه يعني هنشوف المشكلة مسلا اساسها فين؟ اساس المشكلة وخلي بالك من الاساس دي عرب عشان انت بتبص على حالات برا كده وبتاخدش بالك من المشكلة الاساسية بص المشكلة الاساسية فين؟ وسيطر عليها حلها حل دي حل المشكلة دي يعني ايا كانت انا مقدرش هدي مثال يعني احسم الموضوع لو هو مسلا مشكلة ولادة متأخرة حملة متأخرة روحتو للدكاترة بتاعتكو وزبطتو الحاجات بتاعتكو كلها عملت كل اللي انت ممكن تعمله في الموضوع دا اه عملت خلاص ماكيش امل اه خلاص ماكيش امل نتواجه يعني مع هو دا واحد اتنين تلاتة ودا اللي عندي ودا اللي هيحصل طب كذا كذا انهي الموضوع امسك زمام الامور فهم قصدي؟ دا مسك زمام الامور بعدين هنبتدي بقى نهدر شوية دي طاقة روحانية شوية دا مون طاقة الامر يعني نبتدي نتنفس بالراحة نبتدي نتعبد شوية نبتدي ندخل جوه ذاتنا شوية وندور جوانا كده ناخد وقت ان شاء الله حتى نص ساعة في اليوم دا اتراضوا كده لوحدوكو شوية في الجو هادي وتحاولوا ان انتو تدخلوا جوه فكروكو خش جوه فكروكو عادي ليه بعمل كده وشتيك بيعمل كده ليه بهدوء وحاولوا توصلوا لحل الموضوع مش منتهي في مشاعر جديدة وفي مولود جديد يعني الناس اللي عندها مشكلة مولود بإذن الله في مولود جديد بس محتاجين نمسك زمام الأمور محتاجين نعمل حاجات بأيدينا يعني بص ومسك بأيدي حاجات وبتدي يتحرك حركة نبتدي نتحرك دا كمان بتوحي بالحركة نبتدي نتحرك نبتدي نتأمل نفسنا شوية ونتأمل اخطأنا كمان يا جماعة نواجه نفسنا باخطأنا غلطنا في واحد اين تلاتة نبتدي نصلح بعدها النهاية حلوة جدا كوراق ما شفتش اللي هيقول لي فيه انفصال احنا سبنا بعض انا مش شايفها انفصال هات باίد اشتركوا في القناة